السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا متابعيننا القرام متابعين قناة زراعانجي اهلا بكم في فيديو جديد هنشوف ونتكلم في الفيديو ده عن زراعة اللب الصوبر او اللب الكويتش او البطيخ الكويتش او اللب الجرمة زي ما بيتسمى في بعض الاماكن فخلينا نقول ان احنا نتكلم عن زراعة اللب الصوبر اللب الصوبر طبعا زراعته في الارض هو من الزراعات الخفيفة او السريعة موسم قصير جدا بيتراوح من 90 يوم لمية يوم على اقصى تقدير ما بياخدش مجهود كتير او ما فيهوش تكلفة عالية جدا يعني هو كل الشغل بتاعه اغلب الشغل بتاعه بيتم بيكون عند الرش بس ان هو بيحتاج رش زيادة شوية بيكون اغلب شغله في عملية الرش رش الورقي سواء حشري فطري مغزي رش ورقي عموما والشغل بتاعه الاكتر او الاتقل بيكون في الحصاد وتكسير البطيخ وجمع اللب منه هنا اللب اللي شايفين هو انا في الفيديو ده عمر اعمر اعمرة 48 يوم اعمرة 48 يوم بقى بالوضع ده طبعا احنا شايفين دلوقتي معانا عالعيد 7 نقاط دي من الحشرات الممتازة و المفيدة جدا حشرة ممتازة وجودها في الغيل التى او في الارض دي حاجة صحية او حاجة ممتازة جدا الدب ده اعمرة 48 يوم بداية متابعتنا للغيل تده كان عمر 42 يوم اول اربعين يوم من عمر النبات او لحد تنين واربعين يوم اللي هيه أول زيارة لنا للغد اه كان اللب مهمل جداً في البداية وكان وضعه سيء جداً كان الحجم النموه بتاعه زي ما أعان اللي شايفين كلها ده اللي شايفينه عنه فهوicht 48 يوم اللي كان اتنين واربعين يوم الظروف ما سمحتش ومعرفتش لسورة، وكان أقل من كده بكتير حاجم النموه بطاعه في عمر اتنين واربعين يوم كان بالنسبة لمسيله في الوضع الطبيعي واللي واخد رعاية بشكل كويس كان تقريبا تدي له عمر من 25 ل 30 يوم على اقصى تقدير يعني وهو كان عمره الحقيقي او عمره الفعلي كان 42 يوم تمت الزيارة بالفعل وتم التوصية براش مركب اجرستون اللي هو المركب بتاعنا احنا تم راش مركب اجرستون مع صراط بوتاسيوم تاني يوم الزيارة اللي هو كان عمر 43 يوم وقتها وقت اول معاملة بالاجرستون بعدها تم الزيارة التانية اللي هي بنصور فيها حاليا اللي هي عند عمر 48 يوم تم الرأي بعدها بيوم اللي هو على عمر 49 تم الرأي وفي الرأي ما تمش اضافة اي اسمتة كيموية نهاية تم استخدام مركب اجرومكس اجرومكس هو مركب سماد متكامل ينقصه بس عنصرين فقط اللي هو عنصر من العناصر المتوسطة اللي هو عنصر الكالسيوم وعنصر من العناصر الصغرى وهو عنصر النحاس تم استخدام مركب اجرومكس تسميد اردي باستخدام بواقع اتنين جركل للفدان بمعدل 40 لتر للفدان في الرأي اللي هي في الرأي اللي هو عمر 48 يوم وفي بعض الاراضي كتفينا بيها وفي مزارعين تانيين اصروا ان احنا نكمل ويسمت تاني فسمت في الرأي اللي بعدها اضافة 20 لتر تاني رأي ده مش في الفيديو ده ده في اراضي تانية ان شاء الله هنصورها في فيديوهات تانية اما هنا فهنا كان عمر 48 يوم هنلاحظ حجم النمو والفرق اللي حصل في حجم النمو والمدادات الجديدة والظهر اللي طالع مع المداد الحديث وكمان نسبة العقد اللي بقت موجودة في المداد فالحمد لله بفضل الله كانت النتائج ممتازة جدا تم التوصيع بتسميد ارضي اجرومكس زي ما قلنا وتم تسميده بالفعل تاني يوم اللي هو عمر 49 يوم تم التسميد وكانت توصية برش مبيدات فطرية ومبيد فطري جهازي وقاوي تاني يوم الرأي مباشرة وبعده هيتم رش اجرو ستون تسميد ورأي وبعده هيتم رش مبيد حشري ومبيد اكروسي مبيد حشري للساقبة المصة اللي هي الزبابة والمن والترابس والجاسد ومبيد اكروسي للعنكبوت الاحمر العنكبوت الاحمر من اشد الافات فتكا بالبطيخ او بالقرعيات عموما وتحديدا البطيخ الكويتش او اللب الصوبر هنا التصوير ده في عمر 60 يوم بعد 11 يوم من الرأي اللي تم رأيه باستخدام الاجرو ماكس تم الرأي على عمر 49 يوم التصوير ده على عمر 60 يوم بالزبط بعد الرأي تم الرش بالفطري وحشري وحشري وكروسي مع بعض وبعدهم تم رش مركب اجرو ستون مع اضافة زنك وبرات بوتاسيوم زنك وبرات البوتاسيوم استخدمناهم استخدمنا الزنك تحديدا عشان زيادة الاخصاب ورافع معد الخصاب في الزهرة وبعدها بيومين تم رش كالسام بورون لكن الكالسام بورون كان متأخر جدا كان مفروض النبات من بداية تزهيره كان ااخد كالسام بورون لكن حصل خلل في الموضوع ده لذلك ظهر بعض الاعراض لأعراض نقص الكالسام لتشققات السمار وهنعرضها مع بعض دلوقتي وهنشوفها لكن بفضل الله كانت النتيجة بعد المعاملتين فقط بالأجرو ستون رش ورقي ومعاملة واحدة بالأجرو ماكس تسميد ارضي كانت النتيجة زي ما حضرتكم شايفين كده حجم النموه فارق جدا لو هتلاحظ حجم النموه في اول الفيديو اللي هو كان عمر كان عنده 48 يوم يعني اللي شوفناه في التصوير الاول كان عمر 48 يوم 48 يوم واللي بنشوفه دلوقتي عمر 60 يوم يعني الفرق بينهم 12 يوم بس 12 يوم وصلنا النتيجة دي بس باستخدام رشتين او معاملتين اتنين بمركب أجرو ستون تسميد ورقي ومعاملة واحدة بمركب أجرو ماكس تسميد ارضي هنا زي ما احنا شايفين ده اعراض نقص الكالسام او الخلل اللي حصل بسبب نقص عنصر الكالسام اللي هو تشققات السمار اللي شايفينها دلوقتي او اللي موجودة على الفيديو في نقطة مهمة كمان في استخدام الموبيدات او الرش الورقي بصفة عامة المعدلات المنصوص عليها على العبوات بتاعت الموبيد او السماد من فضلك التزم بيها يعني لو في موبيد مكتوب عليه اتنين سنتي للتر او خمسين سنتي لللمية لتر فالتزم بيهم الاتنين سنتي ما ينفعش يبويه 3 او 4 او 5 مينفعش خالص برضه كذلك في عملية الاسمدة او العناصر يعني الكالسام بورون مثلا اتنين سنتي لتر او مكتوب عليه اتنين سنتي لتر ان في بعض الشركات بتbuatكات بالحد خمسة سنتي فمينفعش اللي مكتوب عليه اتنين سنتي لتر نحط احنا اربعة او خمسة او ستة ماينفعش طبعا هتكون مشكلة خصوصا لو فيه عناصر لان فيه بعض العناصر ممكن تعمل سمية النبات زي عنصر البورون اللي هو موجود مع الكالسام دايما الكالسام رش بيبقى كالسام بورون فعنصر البورون لو زاد عن حد معين داخل النبات بيعمل تسمم للنبات فبالتالي النبات يموت مش هنلحى نعمله حاجة يعني لو حصل النبات تسمم بسبب زادة احد العناصر زي البورون النبات هيموت هحصله تسمم ويموت فيه اسمدة تانية او فيه حاجات تانية ممكن تزود فيها يعني مثلا النطرات البوتاسيوم الرش ممكن تحط 2 جرام على اللتر هتديك نتاج ممتازة جدا ممكن تحط 5 جرام مفيش اي مشكلة وممكن تحط الحد 10 جرام مش هيكون فيه اي مشكلة خالص 10 جرام على اللتر دي مش هيكون فيها مشكلة فلازم يكون فيه فيه وعي بالنسبة لاستخدام المركبات اللي هتتراش بصفة عامة على المجموع الخضري سواء مبادئات حشرية او فطرية او حتى اسمدة ورقية اتمنى يا ربي يكون الفيديو عجبكو وقدم لكم معلومة جديدة ياريت ما تنسوش لايك للفيديو وقلونا رأيوكو في كومنت ولا فيه سؤال او استفسار اكتبولي في تعليق وان شاء الله هارد عليكم في عارب وقت وياريت لو اول مرة بتشوفنا واول مرة بتشوف القناة او اول مرة بتتبعنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد من فيديوهاتنا واعمل لايك للفيديو حتى لو انت اول مرة بتشوفنا برضو واكتب لنا في التعليق استفدت ايه من الفيديو او ايه سؤالك او استفسارك في الفيديو عن زراعة اللب الصوبر او اي زراعة تانية بشكل عام وان شاء الله هنرد عليك فورا شكرا على المتابعة واستنونا في فيديوهات جاية كتير شكرا على المتابعة